أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي صدر بلد تغيير أسعار البنزين الحقيقة من موضوعات اللي بتشغل اهتمام مع عدد كبير جداً من الناس خاصةً وإنه بيتم تحديد أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر الكلام ده وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية وكان آخر تغيير طرق أسعار البنزين كان في شهر يونيو الماضي المفترض أنه يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة أول شهر أكتوبر المقبل وعلشان كده ناس كتير بتسأل هل من المتوقع أن يكون في زيادة ولا هتثبت الأسعار وإيه اللي بيحددوا الكلام ده كل دي أسئلة هنوضح إجابات على حضراتكم حالاً في تغطياتنا الخاصة مهم جداً أننا نعرف أنه بيتم تحريك أسعار البنزين في مصر كل ثلاثة أشهر بحسب قرار لجنة التسعير التلقائي وطبعاً هيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في أول شهر أكتوبر المقبل عقب اجتماع اللجنة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم بترتبط طبعاً أسعار البنزين في مصر بشكل مباشر بثلاث حاجات أول حاجة سعر برميل النفط عالمياً ثانياً سعر صرف الدولار وأخيراً حجم الإنتاج المحلي طبعاً وتكلفته ولو نتكلم عن أول عامل وهو سعر برميل النفط عالمياً فبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية سجلت أسعار النفط يوم الثلاثة اليوم 30 أغسطس 1.04.52 دولار رخام براند لكل برميل يعني 96.88 دولار رخام غرب تكساس وده لكل برميل وطبعاً أوبك لكل برميل وده بعد زيادة بدأت مجدداً خلال الأسبوع الأخير قفزت بسعر برميل النفط طبعاً بنحو 8 دولارات يعني الأسعار زادت بنحو 8 دولار في البرميل الواحد برغم للارتفاع ده حصل إلى أن أسعار النفط خلال التسعير الأخير وتحديداً حتى مطلع يوليو اللي فات كان في حدود 110 دولار لكل برميل الأمر طبعاً اللي بيشير أن الدولة لم تتكلف أي أعباء زائدة عن التسعير الأخير في سعر البنزين بل على العكس تماماً ترجعت الأسعار خلال أول شهرين من فترة تقييم التسعير إلى أن الأمر الآن مرهون بعدم حدوث أي تشوه جديد في أسعار النفط خلال أشعر أما العامل الثاني المحدد لأسعار البنزين في مصر زي ما قلنا هو سعر صرف الدولار وده الاستراد نسبة من الاستهلاك من الخارج بالعملة الصعبة واللي بتقدر بحوالي ربع استهلاك المصريين من البنزين بأنواعه المختلفة في السوق سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء نحو 19.16 للشراء و19.23 للبيع وده بحسب البنك المركزي المصري الحقيقة أن الأمر ده لا يصب في صالح المصريين أبداً لأن أي ارتفاع في سعر الصرف بيكلف خزينة الدولة رقم أكبر بالجنيء المصري كمان أن في مؤشرات وتوقعات كتير جداً بخصوص سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة أما بقى العامل الثالث وهو حجم الاستهلاك المحلي ففي هذا الشأن قال عفيفي بدوي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المصايف والرحلات والأجازات سهمت طبعاً في زيادة الإقبال على محطات البنزين من نسبة 10% وأكد في تصرحات خاصة لي لصد البلد أن رغم تحريك أسعار المشتقات البترولية إلا أن نسبة الاستهلاك ارتفعت بشكل كبير جداً طبعاً من المعروف والبديء أن تحريك أي سلعة بيؤدي لتراجع الطلب عليها وبيبدأ المستهلكون بتقنين استهلاكها إلى أن الأجازات والمصايف والرحلات دفعت إلى زيادة الاستهلاك زي ما قلنا 10% وبعد ما وضحنا الوضع الحالي للثلاث عوامل اللي فاتوا اللي بتؤثر في أسعار البنزين مهم جداً أننا نعرف إيه هي توقعات الخبراء طبعاً وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن الأمور في مصر مستقرة خلال الأوانة الحالية أضاف كمان أن تحريك سعر البنزين أمر غير وارد حتى نهاية هذا العام وتوقع أسامة كمال أن ضرورة ترشيد الاستهلاك هيؤثر بشكل إيجابي جداً على قرارات لجنة التسعير وطالب المواطنين باستخدام السخان الشمسي تقليل الاستهلاك المحلي ومنذكر حضراتكم أنه كان آخر قرار للجنة التسعير التلقاء للمنتجات البترولية المعنية بمتبع وتنفيذ أليا تطبيق التسعير التلقاء للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد نهاية شهر يونيو اللي فات هو التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو إلى سبتمبر 2022 الحالي وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة الحقيقة وكان آخر تعديل لأسعار البنزين في يوليو 2022 هي الأسعار الحالية اللي احنا ماشيين عليها ووصل فيها سعر البنزين 95 ل10.75 قرش بدل من 9 جنيهات 75 قرش أما سعر البنزين 92 وصل لـ 9 جنيهات 25 قرش بدل من 8 جنيهات 75 قرش أما عن سعر البنزين 80 وصل لـ 8 جنيه بدل من 57 قرش أما عن سعر السولار كان 7 جنيهات 25 قرش بدل من 6 جنيهات 75 قرش دي الحقيقة كانت نهاية تغطيطنا ونهاية أسئلة كتير جدا للمواطنين بخصوص ارتفاع السعر البنزين من عدمه كل ده لسه في الطريق واحنا بنحاول ان احنا نتابع مع حضراتكم بكل جديد بشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء